السلام عليكم سنبدأ الآن بحل اختبار الفصل الثاني في مادة التربية العلمية التمرين الأول كل غذاء بمصدره سنربط كل غذاء بمصدره الأغذية لدينا الخبز اللحم الجبن العصير المصادر لدينا مصدر نباتي ومصدر حيواني سوف نربط الغذاء بالمصدر المناسب الخبز نصنعه من من القمح والقمح إذن هو مصدر أحسنتم مصدر نباتي قمح حبوب مصدر نباتي سنربطه مع مصدر نباتي اللحم اللحم نأتي به من الخبوف مثلا أو البقر إذن هو مصدر حيواني أحسنتم الجبن الجبن نصنعه من الحليب والحليب نأتي به من البقر مثلا إذن هو الجبن مصدر أحسنتم حيواني العصير لدينا العصير نصنع العصير من الفواكه والفواكه هي مصدر أحسنتم نباتي نربطه مع نباتي نراجعنا عن مصدر نباتي لدينا الخبز الذي نصنعه من القمح والعصير الذي نأتي به من الفواكه مصدر حيواني لدينا اللحم الذي نأتي به من البقر مثلا أو الخروف والجبن الذي نصنعه من الحليب هذه مصادر حيوانية التمرين الثاني أكتب ص للجواب الصحيح وخ للجواب الخاطئ لدينا هنا جمل معلومات نكتب صحيح أمام كل جملة صحيحة وخطأ أمام كل جملة خاطئة أو أجوبة صحيحة أو أجوبة خاطئة الغذاء الصحي يسبب لي آلاما في البطن الغذاء الصحي يسبب الآلاما في البطن أحسنتم خطأ لأن الغذاء الصحي لا يسبب آلاما في البطن هو ينفع جسمي الإكثار من الحلويات يسبب لي تسوس الأسنان عندما نكتر من الحلويات تسبب تسوس الأسنان أحسنتم صحيح إذن لا تكتروا من الحلويات الهواء يدخل من الأنف والفم الهواء يدخل من الأنف والفم أحسنتم صحيح قلبي يتوقف عن النبض عندما أنام قلبي يتوقف عن النبض عندما أنام أحسنتم خطأ لأن قلبي ينبض باستمرار في الليل وفي النهار ممارسة الرياضة تنفع قلبي أحسنتم صحيح لأن الرياضة مفيدة للجسم والقلبي نراجع معا ونقرأ معا الغداء الصحي يسبب لي آلاما في البطن خطأ لأن الغداء الصحي يفيد الجسم ولا يسبب الآلام في البطن الاكثار من الحلويات يسبب لي تسوس الأسنان صحيح الهواء يدخل من الأنف والفم صحيح قلبي يتوقف عن النبض عندما أنام خطأ قلبي ينبض باستمرار ممارسة الرياضة تنفع قلبي صحيح لأن الرياضة مفيدة التمرين الثالث لون الحيوانات الأليفة بالأخضر والحيوانات المتوحشة بالأحمر لدينا حيوانات سنلون الأليفة باللون الأخضر والحيوانات المتوحشة باللون الأحمر إذن الحيوان أول الدب هو أحسنتم الدب هو حيوان متوحش لا يعيش مع الإنسان إذن نلونه بالأحمر الأسد حيوان أحسنتم متوحش لأنه لا يعيش مع الإنسان مفترس الأسد مفترس ومتوحش لا يعيش مع الإنسان القطة أحسنتم القطة حيوان أليف لأنها تعيش مع الإنسان في المنزل إذن نلونها بالأخضر ليست مفترسة ومتوحشة الحصان الحيوان أحسنتم أليف يعيش في المزرعة مع الإنسان إذن نلونه بالأخضر العنزة حيوان أحسنتم حيوان أليف يعيش مع الإنسان في المزرعة نلونه بالأخضر النمر حيوان أحسنتم متوحش لا يعيش مع الإنسان وهو مفترس وليس أليف نراجع معا الحيوانات الدب حيوان متوحش لا يعيش مع الإنسان نلونه بالأحمر الأسد حيوان متوحش لا يعيش مع الإنسان نلونه بالأحمر القطة أليف حيوان أليف نلونه بالأخضر الحصان حيوان أليف يعيش في المزرعة مع الإنسان العنزة حيوان أليف يعيش في المزرعة كذلك مع الإنسان والنمر حيوان متوحش لا يعيش مع الإنسان نلونه بالأحمر وهكذا نكون قد انتهينا من حل الاختبار لا تنسوا الاشتراك معنا وتفعيل جرس الإشعارات ليصلكم الجديد إن شاء الله وإلى اختبار قادم إن شاء الله والسلام